بدأ السفير دين مفتي إحاطته الإسبوعية حول لقاء موظف وزارة الخارجية مع رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد حول ضرورة تسريع تنفيذ المسل العليا لعملية الإصلاح التي تعهدت بها إثيوبيا قلال السنوات الثلاث الماضية لبناء مستقبل مزدهر لجميع الأثيوبيين وناغش الاجتماع ما هو متوقع من الدبلوماسيين لخدمة بلادهم بشكل أفضل وكان الاجتماع ختاما للتدريب الذي استمر تسعة أيام والذي كان موظف الوزارة يتلقونه في أكاديمية التمييز القيادي الأفريقي وأشار السفير دينا حول إصدار مكتب رئيس وزراء إثيوبيا بيانا عكس تضامن إثيوبيا مع المشاكل التي يواجهها شعب السودان حاليا معربا عن أمله في أن يتخطى السودان محنته الحالية بالحكمة والمهنية التي اعتاد عليها شعب السودان كما ذكرت أن إثيوبيا تعتقد أن السودان يجب أن لا يسمح بأي شكل من الأشكال بالتدخل الخارجي والإملاءات الظاهرة والخفية وذكر السفير أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكنن تحدث في المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الكثير من القضايا منها لقاح ضد فيروس كورونا والتغيير المناخي وغضية تيغرين ودور المعلومات المضللة في وسائل الإعلام الدولية في تشويه الحقائق والتعددية وسد النهضة الأثيبي والنزاع الحدودي بين أثيوبيا والسودان ودور إثيوبيا في بعسات حفظ السلام الأثيبية وأكد نائب رئيس الوزراء أنه يجب على الدول التي تمتلك الوسائل أن تعزز التعاون لإدراك وباء كوبيد 19 حيث لا يوجد أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين تام الإثيبيا أن يمهد مؤتمر الأطراف الـ 26 مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ لعام 2021 الطريقي لتمويل المناخ ودعم برامج مثل الإرس الأخضر ومبادرة التشجير التي تعمل على استعداد النظام البيئي وذكر أن دعم إثيبيا للتغلب على المجموعة الإجرامية يساعد في الحفاظ على السلام الإغليمي وتواجه إثيبيا أيضا حملات الدعاية التي أعقبت هجوم الجبهة الشعبية لتحرير التقراء الإرهابية ضد غوات الدفاع الوطنية الأثيبية وأكد السفير أن إثيبيا منفتحة على المبادرات الصريحة من أجل السلام وستعمل مع الاتحاد الإفريقي والممثل السامي للغرن الإفريقي وأن إثيبيا على استعداد للحلول الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي مع السودان وأوضح السفير أنه تم تسيس سد النحضة الأثيبي أمام الهيئات العالمية وعرب عن أمله أن يكون الشركاء المفاوضون مستعدين للتحقيق النتيجة الرابحة في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي واستسكر دور إثيبيا في بعسات حفظ السلام كان رائعا لقد أزبتت الغوات الأثيبية جدارة فائغة خلال خدمتهم وتضحياتهم في حفظ السلام كما أعلن برنامج الأغزية العالمي يوم الثلاثة دخول خمسة قوافر يضم 171 شاحنة إلى أغليم تيجري خلال السابيع الثلاثة الماضية تحمل ما يبلغ 6151 طن من المواد الغزائية وهذا ما يكفي لإطعام 360 ألف شخصا لمدة شهر واحد وأشار السفير حول الدبلوماسية الوطنية احتشد الأثيبيون والأشخاص من أصول إثيبية وأصدقاء إثيبيا الذين يعيشون في الولايات المتحدة احتجاجا على الضغوط غير المبرر ضد الحكومة الأثيبية ودعوا إدارة بايدن إلى يعادة النظر في أمرها التنفيذي الذي هدد إثيبيا بعقوبات غير مبررة وتبرع الأثيبيين في منطقة كاليفورنيا بمبلغ 223.482 ألف دولار في غضون 8 ساعات فقط لدعم العائلات والمجتمعات النازحة التي دمرتها الحرب وأما حول الدبلوماسية الاقتصادية أحاط الصفير أن مستثمرون مغيمون في جمهورية جبوتي من دول إفريقية مختلفة قام بزيارة إثثمارية إلى أثيبيا وأجروا مناغشات مع مسؤولين حكوميين رفعين مستوى حول إنشاء مصلق جديد للسروة الحيوانية في أثيبيا